كلمنا على المنتخب مبارح من وجهة نظرك كمدرب كبير وكمان من وجهة نظرك كلاعب في بعض الأحداث اللي حصلت كمان تصرفات ما عجبتناش فرأيك إجماليا في مباراة مبارح مصر وتوجوي هي مباراة مش قوية متوسط المستوى على الجانب الفني والفردي والجماعي ما كناش متوقعين طبعا منتخب مصر يظهر بالصورة اللي هي مش عايزين نقرر الصورة السيئة لكن كنا متوقعين أن هما يكونوا أفضل من كده انتخبنا الواطني متعودين نحن بنلعب مع أي فرقة سواء داخل ملعبنا أو خارج ملعبنا عندنا نجوم عندنا محترفين وناس نجوم في نادي الأهلي ونادي الزمالك وصلنا نهاية أفريقيا فاحنا الأقرب واحنا الأحسن والأجهز على مستوى الأندية والمفروض على مستوى الدولي فالطبيعي أن نكون في المنتخب مصر أحسن عناصر موجودة كابتن حسين البادري مختارها العناصر الموجودة اختيارات موفقة جدا اللعبة اللي لعبت في المباراة توجه أول فوز لينا طبعا كان فوز معناوي وفي نفس الوقت أداء غير مرضي لبعض اللعبين مش كله فيه نجوم وفيه مكاسب في المباراة منهم محمد هاني ومنهم فتوح ومصطفى محمد وزيزو الحقيقة عملوا ونني مع الشدناوي عملوا على المستوى الفردي توصد يعني أدوا بشكل مكاسب المباراة إنهم يعني بتقول مستوى فردي مكاسب المباراة ما فيش فرق مش مشكلة ممكن تمشي يعني اتفاجئنا ببعض الناس إن زيزو لعب كويس محمد هاني تمنى له الشفاء العجل إن شاء الله برضو عشان مباراة نهاء أفريقيا نطم الناس إن هو بخير إن شاء الله يرجع بالسلامة بإذن الله فمباراة بالنسبة لنا كانت صعبة أول فوز لينا منذ سنة ما لعبناش كورة مع كابتن حسين ما فيش معسكرات فالتجانس كان مهم جدا ما كانش موجود الخطوط ما كانش متقربة كان فيه جاب ما بين التلت الهجومي أو مصطفى محمد لوحده زيزو بيد عنه عبدالله بيد عنه تكلم مع الربع اللي قدامي أنا